السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا وحدات الإخراج في الحاسب الآلي في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يعرف الطالب والطالبة وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي ثانيا أن يعرف الطالب والطالبة الشاشة في جهاز الحاسب الآلي ثالثا أن يعرف الطالب والطالبة الطابعة في جهاز الحاسب الآلي رابعا أن يعرف الطالب والطالبة مكبرات الصوت في جهاز الحاسب الآلي دعونا نتذكر الآن أعزاء الطلاب والطالبات ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة هيا نتذكر في دروسنا السابقة تكلمنا عن الحاسب الآلي ماذا قلنا عن الحاسب الآلي؟ قلنا هو جهاز رقمي نستطيع بواسطته ماذا؟ تخزين البيانات واتباع تعليمات محددة كذلك اتخاذ القرارات والقيام بالعديد من الأمور المفيدة هذا هو جهاز ماذا؟ الحاسب الآلي أيضا تكلمنا عن أنواع أجهزة الحاسب الآلي للحاسب الآلي أنواع كثيرة هيا نتعرف على أنواع أجهزة الحاسب الآلي لدينا النوع الأول الحاسب المكتبي من اسمه مكتبي إذن يوضع على مكتب أولا الحاسب المكتبي ثانيا لدينا الحاسب المحمول من اسمه محمول أي أستطيع حمله وأخذه معي أينما أردت حاسب محمول أيضا من أنواع أجهزة الحاسب الآلي لدينا الحاسب اللوحي التابلت هو أيضا من أنواع أجهزة الحاسب الآلي كذلك درسنا عن الأجهزة الذكية أيضا الأجهزة الذكية تعتبر من أنواع أجهزة الحاسب الآلي ماذا أيضا درسنا في دروسنا السابقة؟ درسنا عن وحدات الإدخال في الحاسب الآلي ما هي وحدات الإدخال في الحاسب الآلي؟ وحدات الإدخال في الحاسب الآلي قلنا هي أجهزة مثل ماذا؟ مثل لوحة المفاتيح هي تعتبر وحدة إدخال أستطيع إدخال البيانات بواسطتها لوحة المفاتيح أيضا الفأرة أيضا الفأرة هي من لوحة من وحدات الإدخال درسنا الفأرة في دروسنا السابقة أيضا من وحدات الإدخال في الحاسب الآلي مثل ماذا؟ لوحة المفاتيح والفأرة ماذا لدينا أيضا؟ الكاميرا الكاميرا أيضا هي من وحدات الإدخال في جهاز الحاسب الآلي نستطيع إدخال التقاط الصور وإدخالها لجهاز الحاسب الآلي أيضا لدينا جهاز أخير وهو المايكروفون هي أيضا من وحدات الإدخال في جهاز الحاسب الآلي هذا ما رأيناه في دروسنا السابقة تعلمنا عن وحدات الإدخال في جهاز الحاسب الآلي ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم عن وحدات الإخراج في جهاز أيضا الحاسب الآلي تعلمنا وحدات الإدخال الآن سوف نتعلم وحدات الإخراج ما هي وحدات الإخراج؟ وحدات الإخراج في الحاسب الآلي أيضا هي أجهزة مثل ماذا؟ مثل الشاشة إذن الشاشة تعتبر من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي أيضا مثل ماذا؟ لدينا أيضا الطابعة الطابعة أيضا من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي لدينا الشاشة ولدينا الطابعة ماذا لدينا ثالثا؟ لدينا السماعات السماعات أيضا من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي مرة ثانية ما هي وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي مثل ماذا؟ الشاشة رائع الطابعة أحسنتم السماعات أحسنتم وأخيرا لدينا مكبرات الصوت هي أيضا من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي مرة ثانية نعددها ما هي وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي؟ الشاشة أحسنتم الصورة الثانية الطابعة رائع الصورة الثالثة ماذا ترون؟ السماعة أحسنتم والرابعة مكبرات الصوت جميعها وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي بماذا نستخدمها وكيف تفيدنا؟ تستخدم لعرض نتائج العمليات على جهاز الحاسب الآلي ماذا تعرض لي؟ تعرض لي النصوص وتعرض لي عن طريقها أستطيع مشاهدة الصور أستطيع مشاهدة مقاطع الفيديو وسماع أصوات مقاطع الفيديو والأصوات الموجودة بها كذلك أستطيع سماع مقاطع الصوت إذن تساعدني لعرض النتائج في جهاز الحاسب الآلي تساعدني لرؤية النصوص التي كتبتها تساعدني لمشاهدة مقاطع الفيديو ولسماع الأصوات في المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو دعونا نتعلم عن أول وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي سوف نتعلم عن الشاشة ما هي الشاشة؟ الشاشة هي جهاز متصل بالحاسب إذن هي متصلة بالحاسب يوفر ماذا لنا؟ يوفر عرضا مرئيا مرئيا أي نستطيع أن نراه لتفاعل المستخدم مع جهاز الحاسب دعونا نرى مثالا أنا أريد أن أرى صورا عن الأزهار كتبت أزهارا بحثت عن الأزهار فرأيت صور كثيرة كيف رأيتها؟ من الذي ساعدني في رؤية هذه الأزهار عبر الحاسب الآلي؟ أحسنتم الشاشة هي التي ساعدتني لرؤية هذه الأزهار عبر جهاز الحاسب الآلي دعونا نرى جهاز الحاسب الآلي لدينا وكيف نستطيع رؤية الشاشة وكيف تفيدنا الشاشة كما نرى هنا لدي هذه الشاشة هذا هو جهاز الحاسب الآلي الذي لدي أين هي الشاشة؟ هذه هي الشاشة أستطيع من خلالها رؤية الحاسب الآلي ورؤية عملي وما أقوم به مثلا لو أردت أن أفتح هذا الملف وأقرأ ما مكتوب بداخله أنقر عليه رأيت قد كتب في هذا الملف المهارات الرقمية من عرض لي وكيف عرفت أنه قد كتب به المهارات الرقمية قرأته بواسطة ماذا؟ الشاشة عرضت لهذا الملف إذن الشاشة عن طريق الشاشة أستطيع رؤية ما أريد أن أبحث عنه وما أريد كتابته هذه فائدة الشاشة أما عن الطابعة بماذا تفيدني الطابعة؟ هي وحدة إخراج تعلمنا أن الطابعة أيضا هي من وحدات الإخراج نستخدمها لماذا؟ لطباعة نتائج معالجة البيانات على الورق كالمستندات والصور أنا كتبت موضوعا عن المدينة المنورة استخدمت الحاسب الآلي لكتابة الموضوع ووضعت صورا جميلا عن المسجد النبوي الآن أريد أن أطبع هذه الورقة وأريد أن أقدمها للمعلمة كيف أستطيع طباعتها بواسطة ماذا؟ بواسطة الطابعة الطابعة تساعدني على طباعة هذا الملف أو هذه الصورة أو هذا المستند هيا نرى ورقة مطبوعة طبعناها بواسطة الطابعة لدي هذا الملف كما نرى هنا لدي ملف عن المسجد النبوي كتبت موضوعا باستخدام الحاسب الآلي عن المسجد النبوي كتبنا الموضوع وضعنا فيه صورة جميلة عن المسجد النبوي كتبته بواسطة الحاسب الآلي أريد أن أقدمه للمعلمة حتى أستطيع قراءته في الإذاعة كيف أستطيع أن أقدمه مطبوعا للمعلمة باستخدام ماذا؟ باستخدام الطابعة قمنا بالنقر على الطابعة فطبع لنا كما ترون هذه الورقة رأينا الورقة مطبوعة هكذا بواسطة الطابعة استطعنا إخراج هذه الورقة إذن الطابعة هي من وحدات الإخراج في الحاسب الآلي نستطيع أن نرى بها المستندات والصور لدي الآن نشاط صغير هيا نقرأ نشاطنا حتى نستطيع حلة أرسم دائرة حول الشاشة أين هي الشاشة؟ ابحثوا عنها وارسموا حولها دائرة في الصورة الأولى هذه هي الشاشة نرسم دائرة وفي الصورة الثانية أيضا هذه هي الشاشة نرسم دائرة أخرى الآن النشاط الآخر صل كل من العبارات التالية بالصورة المناسبة لها العبارة الأولى الشاشة أين هي صورة الشاشة؟ ابحثوا عنها ووصلوها بسهم أحسنتم هذه هي الشاشة الصورة الثانية الفأرة أين هي الفأرة؟ هي من وحدات الإدخال أين هي؟ أحسنتم هذه هي الفأرة ماذا عن لوحة المفاتيح؟ هي أيضا من وحدات الإدخال في جهاز الحاسب أين هي لوحة المفاتيح؟ رائع نصلها أيضا بسهم بعد أن قمنا بحل النشاط لدي توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة أو محفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرين بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا